أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم التسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلته وقربته وقدمت لهم الذكرى العلي والثناء والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى ردوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيتك ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردآن ووزيرا وبعض أولدته من غير أبين وآتيته البينات وأيته بروح القدس وكل شرعت له شريعة وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولأن لا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرئيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس والمسل الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودته في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذير ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فالي هذا مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فالي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمة فقال أنا مدينة العلم علي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضا وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولا ولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بادي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في راح ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله واشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتث الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولديه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليسرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالحون بعد صالح وصادقون بعد صادق أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العجرة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلم؟ أين المنتظر لإقامة الأمد؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيم عالم الدين؟ وأهله أين قاصم شوكة المعتذين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق والنفاق؟ أين الطامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والإفتراء؟ أين مبيد العتات والمردات؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحان؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بدخون؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعى؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين بن النبي المصطفى؟ وابن علي المرتضى؟ وابن خديجة الغراء؟ وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحباء يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهدات المهدين يا ابن الخيارة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن الطهى والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن الآيات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوار بل أي أرض تقلك أو ثراء أبرضوا أو غيرها أمذي الطوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منها بنفسي أنت من آزح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعام لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكى هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القذا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدتين هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عيننا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر تراء ترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذغت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجهلت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتفثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأرهي سيده يا شديد القوى يا شديد القوى وأزيل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغ منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنتي محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحاق وادحظ به الباطل وأذل به أولياءك واذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأذية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا سائغا لا ضمأ بعده يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب غريب وأطراف البيوت تحوطه ألا ألا كل من تحت التراب غريب فليس حريبا كل من أصيب بماله ولكن من وراء أخاه حريب أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي ذخري وذقيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين عليه السلام عني وعن والدي ووالدي والدي وأخوتي وأخواتي وأصدقائي وعن المؤمنين والمؤمنات ومن قلدني الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوحي النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين السلام عليك يا بالوم السلام عليك يا قال السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموت أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمتين قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامفة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدله المات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهداء والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملايكة وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنين وبإيابكم موقين بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبا صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطلكم بأبي أنت وأمي ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيئت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرماك وأتيت إلى مشهديك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وصل اللهم على محمد وآل الطيبين الطاهرين